ما بين هذه الأنفاق ومكتب حماس السياسي في الخارج يستعر خلاف بين جناحي الحركة السياسي والعسكري محوره قضيتان رئيسية إنهاء الحرب ومستقبل قطاع غزة بعد الحرب سياسي حماس وبعد شهرين ونيف على الحرب يبحثون عن نهاية لها ولا يريدون لعبة محصلتها صفر تصريحة أدلى بها حسام بدران عضو مكتب حماس السياسي لصحيفة وول ستري جورنا خلال الأيام الماضية لم يتوقف قادة حماس عن الدعوة لإنهاء الحرب في غزة نؤكد أننا منفتحون على نقاش أي أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان ونؤكد هنا انفتاحنا على كافة الجهود التي تفضي إلى وقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة هذه التصريحات يقابلها العسكر برأي آخر فالحرب وفقا ليحيى السنوار الذي تتهمه إسرائيل بالوقوف وراء هجوم أكتوبر لم تنتهي بعد رأي غاضب قيل إنه نابع من محادثات لم يكن طرفا فيها تقول المعلومات إن القيادة السياسية لحماس انخرطت في محادثات مع السلطة الفلسطينية سرا ودون علم السنوار أمر أغضب الرجل وطالب بوقفها على الفور وفقا للتسريبات أبدى قادة حماس السياسيون في هذه المحادثات استعدادهم للانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية ودعم المفاوضات في ظل حكومة وحدة وطنية لإقامة دولة فلسطينية يقول بدران إن حماس ليس لديها خطط لنزع السلاح أو تغيير موقفها تجاه إسرائيل أمر يبقى مرهونا بنتائج الحرب ومدى هوة الخلاف مع العسكر في قادم الأيام